أنا عايزة أحكيري الحكاية. أنا كنت هناك الأسبوع اللي فات. كنا بنعمل تقرير خاص عن المنجا. لا لا، ما كناش بنعمل استعداد بتاعة المهرجون. كنا بنعمل عن أنواع المنجا وأشكالها وطعمها في السوق وكنا بنتكلم بقى وقعدنا جربنا كده على الهواء. إزاي نقطع المنجا وإزاي نجيب المعلقة بتاعة الأيس كريم ونعمل منها سكوبس ونعملها في طرق التقديم. واتكلمنا بقى عن أنواع وإيه مسكر وإيه مش مسكر وليه بقى. أنت ناسك كويسين عملت كده؟ أيوة، تفكر إيه؟ تفكر إيه؟ المنجا ما تسيبش حد في حالة. المنجا ما تسيبش حد في حالة. المنجا ما تسيبش حد في حالة. لا بس أنا عاجبني والله فكرة المهرجان ده تحديداً اللي بيتنظم في إسماعيلية. التنقيب والبحث عن الفرص اللي أنت تقدري من خلالها تخلقي فرص حقيقية أكبر. تعظيم الاستفادة من الموارد اللي موجودة. الإفنت ده تحديداً أو الفعالية دي تحديداً في الإسماعيلية المبارح. وأنا بتبع الأخبار تسعة محافظة تسعة سفراء كانوا موجودين فيهم. الإفنت ده تعامل بناء على طلب الأهالي أصلاً من المحافظة. ده كان بيحصل كل سنة يحمد بس كان بيحصل بشكل مختلف. صحاب المزارع كانوا بيعزموا صحابهم وقريبهم ويجنوا مع بعض المحصول ويدوقوا. الإسماعيلية كمان مش أول مرة تعمل حاجة زي كده يمكن بعد نجاح المهرجان بتاع أميرات الفراولة. وكان عندهم المهرجان بتاع الربيع. المهرجانين كانوا كبار وجابوا البنات ولبسوهم أميرات وقت جاني محصول الفراولة. فأعتقد أن لما الفكرة نجحت الفكرة ابتدت تستمر. السبع النهاردة عندك شكل مؤسسي. شكل دولة بتنظم وبتأسس للحاجات اللي تقدر تخلق من خلالها فرص استثمارية. تروج للمحافظة بتاعتها سياحياً. وتقدر لها تخلق كمان مزيد من الاستثمارات للأهالي. ومزيد من المنجة. ومزيد من المنجة. ومزيد من المنجة.